هاي يا حلوين كيف كون؟ ان شاء الله تكونوا كتير منح انتو عم تحضروا فيديو اليوم اذا كنتوا جد على القناة انا اسمي سارة واهلا وسهلا فيكن بالسلسلة الجديدة يلي هي حكي بنات بهذه السلسلة رح نناقش كل شي بخص البنات يعني علاقتنا العاطفية الاجتماعية رفقاتنا جسمنا حالنا عقلنا نفسيتنا كل شي رح نناقشو هون سألتكن على انستجرام شو هنه الاسئلة المحرجة او اللي ما بتحبوا كتير تحكو فيها على العلن وبتحبوا انه ناقشة انا وياكم بطريقة سرية يعني ما حدا ابدا غير انا بس بعرف اسمكن وشو الموضوع اللي انتو عم تترحو سو قررت اليوم اني رح جوابكن على الاسئلة المحرجة طبعكن اللي بتخص المنطقة السفلية طبعنا وحضرت لكم عشر نصائح انا باتباعه كرميل حافظ على النظافة الشخصية طبعه وخصوصه بالمنطقة طب اذا حبيتوا الفكرة keep on watching بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو شير مع رفقاتكم البنات واكيد تشتركوا بالقناة تكبسوا على زر الاشعارات طبع يصلكوا نوتيفيكيشن بحية الوقت انا نزل في فيديو جديد خلينا نبلش دي التليفون معي ورح قلكون شو هن الاسئلة وشو هن التبس ان تريكس اللي حعطيكم ياهن مثلا باهتمي كتير بالمنطقة الحساسة وزرت كذا حكيم وما بنشي بس اوقات بيضل يطلع ريحة كيف فيني اتخلص من سواد المنطقة الحساسة المناطق الحساسة سامرة عندي شو بعمل؟ لما اعمل شفرة للمنطقة الحساسة بعد يومين بيطلع شعر ملمس وابدا مش حلو وبس ارجع احلو بيطلع دم والملمس ابدا مش حلو البنت بتتعود على الدورة الشهرية ولا بتضلك العمرة لما تنزل الدورة الشهرية بتكرح حالة بحس بيك سو هولي احد الاسئلة ورح بلي شوي شوي جايوب عنهم بالفيديو اول حيلة هي المنطقة الحساسة مثل منطقة تحت الباط فيها غدد بتطلي عرق فنحنا بس نعمل سبور او بس نتحرك بالديلي لايف طبعنا ونعرق كمان رح نعرق من تحت سو كتير ضروري انو نتخلص من ريحة العرق لما نغسل المنطقة الحساسة باستمرار يعني مرة لمرتين بنهار تاني حيلة في كتير ناس بيقولولنا انو ما ليزم نغسل المنطقة الحساسة تبعنا بالصابون معون حق ما ليزم نغسل المنطقة الحساسة من جوه بالصابون بس من برا it's totally fine فينا نغسل بالصابون بليز استعملوا صابون بس المهم انو ما يوصل الصابون لجوه من برا it's fine عرقنا وغسلنا ومش الحال صرنا كتير نضاف بس بعدنا حسين انو في ريحة غريبة موجودة هيدي الريحة بتختلف من شخص لشخص كل انسان فينا عنده ريحة بجسمه بتخصه له فهيدي الريحة ما فينا نتخلص مننا واصلا ما ليزم تكون عم بتضيقنا يعني هيدي الريحة مفروض تكون مش مقرفة او بتخلينا هيك ننفر بالعكس هي ريحة طبيعية مثل حيالة ريحة فمننا ريحة مقرفة اذا كان في ريحة مقرفة اكيد لازم نشوف جسمنا او المنطقة الحساسة تبعنا شو عم تفرز في كذا افرازات في كذا انواع افرازات بتصير معنا during the cycle او بي خلال الدورة الشهرية سو بهيدي السايكل في عنا افرازات بيطلعهم جسمنا بالمنطقة الحساسة تبعنا الافرازات بيكونوا على اربع اشكال اول شي ممكن انو ما يكون في افرازات تاني شي ممكن الافرازات تكون كريمي او مثل الكرام الابيض ممكن تكون الافرازات مثل بياض البيض يلي هو بيبقى لزج وممكن تكون على شكل مي كأنو مي عادة اذا عنا هول الافرازات كتير نورمل كتير طبيعي انو يطلعو لنا وليزم يطلعو لنا هو جسمنا لحالو بنضيف حالو وبيطلعو للافرازات خصوصا بهيدي المنطقة بس اذا حسينا انو الافرازات تبعنا عم بيطلعو بشكل كتير كبير اكتر من العادة او اذا حسينا انو الريحة تبعوني كتير قوية او اذا حسينا انو اللون مختلف عم بيروح اكتر على لون اصفر او اخضر او حيالا لون تاني غير الابيض او الشفاف دروري جدا نروح عند حكيم اخ الصائف خلينا نقول the best case scenario نحنا كتير صحيين كتير منح عادة عنا هول الافرازات بس عم بيضيقونا ما عم بيخلونا نكون مرتحين بتحسوا حالكم كأنو مبللين كأنو في شي غلط فيكن احسن شي نعمله هو نستعمل البروتاج سليب يلي هو الفوطة اليومية منحط الفوطة اليومية ومنغيرها كل اربع ساعات لثمان ساعات هلأ هني بيقولوا انو الفوطة اليومية مفروض انو ضاين ثمان ساعات بس ما ضروري نمشي باي يجبوك فينا نغيرك الاربع ساعات في منا بيجي له ريحة مثل سنت هيك ريحة خفيفة كمان كتير حلوقة انا شخصيا بستعمله واذا ما بتحبو انو يكون فيه الى ريحة فيها بتجي مثل الفوطة الصحية العادية ما الى ريحة لنقول انو حطينا الفوطة اليومية بس ما حبيناها ما طقناها عاملت لنا حساسية ما بعرف شو صار فينا سو ما حبيناها بدنا غير حل الحل هو انو نترك بالجزدين طبعنا كذا شغله اول وحده هي وت وايبس الوايبس طبع الولاد او حيالله وايبس مكتوب عليها بي ايج فايف الكوهول فري يعني لا فيها كحول وتجي البي ايج فايف طبعه يعني ناتر منا قسيد منا بازيك ما رح تحرقنا ما رح تعملنا شي غير انو تنظف لنا هيده المنطق تاني شغلة بنا نخليها معنا هي سبري صغيرة وحده سبري صغيرة شو فيها فيها روز واتر ماي ورد احسن شي نعمله هو انو ماي الورد نحنا نعمله بالبيت ما نشتريه خالصه نكون اكيدين انو ما فيها شي غير ماي ورد فينا نرش ماي ورد كمان على المنطقه الحساسه مش جوه من بره نبعد 15 سنتي ومن رش and that's it بتخلينا هيده المنطقه هيكه فريش وريحته حلوه لكذا ساعة اهم نقطه لازم ننتبه له هي انو لازم نشيل الشعر الموجود بالمنطقه الحساسه ان كان نقصره او نعمله هذا الشي بيرجع لكم في ناس ما بيحبه انو يشيله كل شي I totally understand هيده شي كتير شخصي بس كتير ضروري انو انخفف كميه الشعر اللي بتكون موجوده لانو متل ما قلت لكم هيده المنطقه بتعرق so اذا علي العرق على الشعر وصار كل هالاشيه not good اوكي من السمع معروفه انو منا منيحه بطلقت كتير بكتيرية so ضروري انو انخفف المنطقه الحساسه طبعنا في شغلة كتير ضروريه لازم ننتبه له هي ليش المنطقه الحساسه طبعه لونه اسمر ليه بس اطلع على الانترنت او بس شوف دعاية او بس شوف حياله شي بشوفهم كتير حلوه المنطقه طبعون انا المنطقه طبعي منا حلوه هن الغلط وانتو الصح تقلكن ليش ما في غلط وصح بس هن عاملين كتير اشيه تا تبين المنطقه طبعا هيك منهم الميكوب منهم الليزر منهم يعني اشيه غير طبيعيه بس اذا ما نروح على الاشيه اللي مية بالمية طبيعيه نحنا بالطبيعه طبعنا الله خلقنا هيكه كل العالم هيكه المنطقه الحساسه طبعنا بتجي الجلده طبعه التكستر طبعه الملمس طبعه اللون طبعه غير فما بدنا نستحي من هالشيه لانه كل الناس عندهم نفس الشيه كلنا عنا المنطقه الحساسه غير عن لون ايدي من هون غير عن لون جسمنا سوهيدا شي طبيعي لازم اول شي نتقبله ونحب حالنا متل ما نحنا هيك اشيه مش حلو انه نغيرها فينا نحبها يعني ما نخلي المنطقه تصير كتير سمره بس بنفس الوقت ما نكره هيدا المنطقه او نكره الاسمرار طبعه ونجرب نعمل اشيه تنفتحها لانه اول شي ما رح تظبط معنا تاني شي لازم نحب حالنا متل ما نحنا واحد الاسباب اللي بتخلي هيدا المنطقه تصير سمره اكتر هي الشيفينج الشفره انا بعمل شفره وبعرف انه بس نشيل الشعر بالشفره وينما كان بالجسم الشعره بتطلع سميكه ليه بده تطلع سميكه هي اكتشلي ما بتطلع سميكه انا قيلتكن قبل بمره الشعره لا بتسمك ولا بترق بس الجزور طبعه بتبقى اسمك من ما هي من فوق بس تطول رح تلاحظوا انه مش سميكه انيوي الشعره اصلا اللي بتكون موجوده على المنطقه الحساسه بتجي هي طبيعه شعره سميكه بس نجي نشيله بالشفره شو نعمل نحنا ما منرطب البشرة طبعنا كرمال تطلع الشعره بسهوله وما تطلع تحت الجلد وما تعمل الوان داكنه لانه اذا الشعره موجوده تحت الجلد رح يبين او رح تليلي رح تكون شوي شفافه وتبين على الجلده بلا ما تكون طالع الشعره وليش بيطلعنا شعر تحت الجلد لانه بتجي الشعره تطلع من الجلده الجلده بتكون كتير جافه وكراكت هيك مشقه او جافه ما بتطلع بتقوم تعمل هيك وبتضل تحت الجلده وبتلاله لبرا انا عندي كتير الجلده سمره طبعه وابدا شكله مش حلو والملمس طبعه مش حلو هيدا لانه لازم نرطب هيدا المنطقه كمان برجع بعيد نرطبه من برا مش من جوه من جوه ما لازم نعمل شي نهائيا من جوه الجسم هو بينضيف حاله خصوصا البنات وخصوصا بهايدا المنطقه من برا مناخد بايبي اويل الاويل او الزيت طبع القطاع اطفال منحط منبعد عن المنطقه البالنص بس منحط على جنب وبين الاجرين وبيمشي الحال المنطقه بتترتب وبس بتطلع الشعره بتطلع برياحه وما بتطلع تحت الجلد فيه كمانا سبب بيخلي انه هيدا المنطقه تصيد داكنه هي بس نلبوس للتياب الداخلية طبعه او الاندروير يكونوا كتير دايقين علينا بصيروا يحفوا على الجلده والجلده طبيعه بتسمك لانه عم بيحفوا عليها بتحمر تسمك وبيصير لونه اغمى بالايام العادية فينا نلبوس اللي بدنا بس فيه شغلة تير مهمة لازم ننتبه له انه بس نلبوس حيالة اندروير حيالة طياب داخلية ضروري من النص يكون قطن وبس بدنا نلبوس تيب داخلية طبعه رفيعه او طانج اكيده ما لازم نلبسه كل يوم لازم نلبسه على تيب معينه وما نتعود انه نلبسه كل يوم لانه وانه التيب الداخلية اللي فيه عبطي بقى رفيعه متل ما هي اسمه وما بدغطي لنا كل المساحه سو منظل اكسبوزد على التيب على يمكن لابسينتها نوره نقعد شي محال نول قطبك تاريه سو ابدا ما نمنحه وغير هيك التيب الداخلية الرفيعة بتنقل الافرازات من ورا لقدام ومن قدام لورا وهذا الشي ابدا ما نونيح وليزم نتذكر شغلي كتير مهمه انه المنطق الحساسي طبعه لازم تتهوى لازم يجيها هوى متل حيالة جزء بجسمنا سو اللي بدنا نعمله هو يمكن النام نلبس البيجاما طبعنا النام بلا اندرور بلا تيب داخلية اذا حبينا او اذا ما حبينا الشعور لانو انا ما بحب الشعور وبفهمكن فينا نلبس تيب داخلية واسعة كرمال نكون مرتحين بالنومة يتنفس او تتنفس هيدا المنطقة وصدقوني كتير رح تحسوا فرق تاني نهار اخر سؤال رح جاوب عليه هي كيف فينا نحسين من الريحة طبعنا الجاوب جدا سهل وكتير it makes sense كتير منطقة نحنا هو شو مناكل يعني فيه مثل انجليزي بقول you are what you eat نحنا شو مناكل اذا مناكل جنك فود ومقالة وبرجرز وكل هول الفات رح تطلع ريحتنا متل ما نحنا اكلنا اما اذا اكلنا اكتر فوكة وخضرة فرح تطلع ريحتنا فوكة وخضرة فزيدوا من الفوك الخضرة واكيد ما تنسوا تشربوا المي طبعكم بدي لكم انا كتير مبسطت بالفيديو خبروني بالقامل شو اكتر نصيحة انتو حبيتوها بدي لكم شي صراحة انا بس كنت مراهقة كنت بتمنى لو كان في فيديو يسمعني الحكي اللي انا قلت لكم ايها لانو كان كتير رح يساعدني سو عم بجرب انا قعطي هيدا الحكي للبنت المراهقة اللي متلي ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديو ستبعي اذا حبيتو الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تعملوا شيرل الفيديو مع بنات رفقاتكم واكيد تعملوا سوبتكريب للشامل تبعي تكبسوا على ذلك الاشعارات طيس لكم نوتيفيكيشن بحيال الوقت انا نزل في فيديو وانا بشوفكم بفيديو جديد باي موسيقى